وإن شاء الله فاليوم تصلهم أيدينا بإذن الله هؤلاء لأن ذولا ما تربوا لذولا ما تربوا هؤلاء السياسيين ما تربوا هناك قوم من مصالحهم أن يبقوا مناصرين لأبي بكر وعمر وإن كانوا في قرارة أنفسهم لا يقيمون لهما وزنا يعني معروفون أولا بعضهم في الأوساط الخاصة معروفون هو ما يعتقد أصلا بأبي بكر وعمر في الحقيقة لكن لماذا يناصرهم في العلن؟ لأن له مصلحة هذا من أهل العالم الثالث مثلا وله مثلا علاقات ببعض الأسر الحاكمة في الخليج مثلا هذا عنده علاقات بما أدري آل الصباح هذا عنده علاقات بآل مكتوم مثلا نعم آل النيام مثلا فعنده سفرات وروحات وجيات ويكرمونه وكذا ومصالحه أحيانا تتطور إلى مصالح اقتصادية يعطوهم باكيتات يعطوهم بخور أحيانا مثل هذا صاحبنا مثلا فهو يجد أنه وأنا لكسب هؤلاء لازم أرضيهم بهالكلمتين ونالك مصالح يعني فلازم أجيب اسم عمر مثلا ويقول رضي الله عنه أجيب اسم أبي بكر مثلا رضي الله عنه أنت من الكويت وأنت تدري الآن هؤلاء النواب مجلس الأمة اللي في الكويت الشيعة اللي مفروض يسموه الشيعة كم واحد منهم ترضى على عمر كثير يعني اللي أنا أعرفه ورأيته بعيني هذه يعني بالإذاعات أو بالتلفزيون نفسه أتذكر منهم عدنان عبدالصمت ممثل خامنئي في مجلس الأمة الكويت ويوسف زلزلة ممثل المقبور محمد حسين فضل الله في مجلس الأمة الكويت كل واحد منهم بالتلفزيون ترضى على عمر بن الخطاب عفوا اللي ترضى على عمر هو هذا اللي هو يوسف الزلزلة وصار تشابك بيننا وبيننا حينذاك طبعا هذا قديم هذا الحشي وانتشرت كان أيامها للتوأك والموبايلات يعني ما كان الموبايلات هذا النوكيا القديم اللي تعرفها نعم نعم يعني مو نفس هذه الآن فكانت يعني الرسائل نصية ترد من واحد لواحد بقيمة بتكلفة تكون ممثل الآن نعم فانتشر مع ذلك لأنه أنا سألوني يعني بعض الأخوة أنه شنو رأيك في التصويت وكان الجو جو انتخابات وجو محموم جدا كما تعلم يعني قبل يمكن التصويت يومين ثلاثة فأنا بكل صراحة قلت يعني أنا من جانبي في حقيدتي أنا أنه هذا الشخص إذا صوت صوت له فكأنك تسدد طعنة جديدة لفاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام ولا شنو معنى هذا واحد يأتي بهذه الخسة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن دون مناسبة أيضا يعني هو جابها ما أدري شنو كان في مقابلة تلفزيونية وهو تطرق إلى عمر ومن نفسه من دون أن يسأل عنه يعني وترضى عنه كسبا لهؤلاء يريد أن يكسب أصواتهم يريد أن يكسب مقبولية في الشارع البكري بالكويت فهو طبعا ثار بسبب ذلك كثيرا غضب كثيرا ورد عليه هو وجماعته تقريبا من أولا يعني السفهاء وشنوا حربا من حينها على هذا الموضوع وكتبوا أتذكر حتى في بعض الجرائد بالكويت يعني يعني يتهمونني بأني ما أتذكر الآن طبيعة التهمة لكن هو هذا أنه يعني أنا مجرم كبير ومن جرمي أني ما أتحمل أن يتم التصويت لشخص ترضى على هذا الطاغية وهو الحق نعم صحيح ما أتحمل ولو بيدي لاتبعت معه سياسة النعال وإن لم يكفي فسياسة الأرطال لا أتحرج من ذلك إن شاء الله إن شاء الله في اليوم تصلهم أيدينا بإذن الله لأن ذولا ما تربوا ذولا ما تربوا هؤلاء السياسيين ما تربوا السياسي اللي يدوس على جراح الزهراء عليها السلام ويترضى عن قتلتها ويلمع صورهم من أجل الأصوات الانتخابية هذا يحتاج تربية بالنعال يحتاج من الشيعة الأبرار تروح تربيه بالنعال روحوا إلى هؤلاء السياسيين سواء في العراق في الكويت في البحرين اللي يمثلون الشيعة روحوا ربوهم بالنعال روحوا ثلاثة أربع شباب لله حتى يقابلون بها الزهراء عليه السلام روحوا لهذا يوسف زلزلة ضربوه بالنعال قلوا له حتى تتأدى مرة أخرى لا تترضى عن قاتل الزهراء عليه السلام روحوا لعدنان عبدالصمد اللي ما زال الآن نائب تذكرت الآن ترضى عن عائشة اللعينة قاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله وترضى لماذا سوال مهرجان بالشارع ما أدري شنو رد علي أنا لما أقمت هنا مع الإخوة المؤمنين احتفالا بهلاك عدوة الله عائشة راح وحضرت جنابه طالع ينبري للدفاع عن عائشة ويقول رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا لازم يتربى بالنعال تريد تلعب سياسة إلعب روح ما حد قال لك لا أما ادوس على جراح أهل البيت ممنوع ممنوع هذا ما نسمح لك أكو ناس أهل غيرة راح يتصدون لك عندك ناس أنت ناس معتقدين بك يحبونك يروحون يصوتون لك هذه بعد أنت يوم القيامة ما راح تستفاد منهم شيئا أنت يوم القيامة خسرت الزهراء عليها السلام خسرت رسول الله خسرت أهل البيت صلوات الله عليهم خسرت شفاعتهم يا أنوك إذا تقابل الله عز وجل بهذه الفعل النكراء أنتوا تتصورون قضية أنه واحد يترضى على هؤلاء الملاعين للمصالح والسياسة والدنيا والانتخابات وأصوات أمر هين أمر هين هذا فلذلك أقول جوابا على سؤالك الكريم إن مشكلتنا مع هؤلاء الهوى كالبكرية والمصالح كالبترية وأهل العالم الثالث وأهل العالم الرابع خلصنا الله تعالى منهم جميعا وأراح الأمة من شرورهم وإضلالهم